أعتقد أنك ربما سمعت كلمة تقسيم من قبل عندما يخبرك شخص أن تقسم شيئا على شيء تقسيم المال بينك وبين أخيك أو بينك وبين أصدقائك وهذا يعني تقضي شيئا ما لذا اسمحوا لي أن أكتب كلمة تقسيم دعوني أقول أن لدي أربع أرباع سأبضل قصارى جهدي لأرسم الأرباع وإذا كان لدي أربع أرباع هكذا أظن أن هذه أرباع جميلة ربما حسنا دعونا نقول أن هناك رجلين ونريد أن نقسم الأرباع بينهما هذا الرجل الأول سأحاول جهدي لأرسمه بشكل جيد هذا الرجل الأول إذن لنرى لديه شعر كثيف وهذا الرجل الثاني هنا سأفعل مبوسعي أيضا لرسمه لنفترض أنه أصلع لديه شعر جانبي ولديه ربما لحية إذن هذا الأول وهذا الثاني وسنقوم بتقسيم أربعة أرباع بينهما الاثنان لاحظ لدينا أربع أرباع وسوف نقوم بتقسيمها بينهما الاثنين إذن هناك اثنان من الأشخاص وأود أن أكد على العدد اثنان والآن سوف نقوم بتقسيم أربع أرباع على اثنان وسنقوم بتقسيمها بين الرجلين وأنت ربما فعلت أمرا متى ذلك من قبل ماذا سيحصل حسنا كل منهما سيحصل على ربعان لذا دعني أقسمها سنقوم بتقسيمها إلى جزئين مبدئيا ما فعلته أن أخذت الأربع أرباع وقسمتها إلى مجموعتين متساويتين وهذه هي عملية القسمة أن تقسم هذه المجموعة من الأرباع إلى قسمين متساويين لهذا عندما نقسم أربع أرباع إلى مجموعتين إذا كان لدينا أربع أرباع هنا ونريد أن نقسمها إلى مجموعتين هذه المجموعة الأولى هنا وهذه المجموعة الثانية هنا كم عدد يوجد في كل مجموعة أو كم ربع يوجد في كل مجموعة إذا لدي واحد اثنان في كل مجموعة سأستخدم لون أوضح من ذلك لدي ربع ربعان في كل مجموعة ربع ربعان في كل مجموعة ولنكتب هذا بطريقة رياضية وقد فعلنا هذا من قبل إنه مثل تقسيم النقود بينك وبين صديقك اسمح لي أن أنزل إلى الأسفل قليلا وما تستطيع رؤية الرسمة بوضوح كيف يمكن أن نكتب هذا بطريقة رياضية نستطيع أن نقول أربعة تقسيم هذه الأربعة دعون أستخدم لون آخر أربعة إذن تقسيم هذا المجموعتين المجموعة الأولى والمجموعة الثانية مقسمة على مجموعتين إذن أربعة تقسيم إثنان ويساوي عندما نقسم أربعة على مجموعتين كل مجموعة تستحتوي على ربعين إذن هذا يساوي إثنان وأريد استخدام هذا المثال لأنني أريد أن أريكم أنه سبق عليكم أن استخدمتم قسمة النقودة أو عملية القسمة بشكل عام إنها عكس عملية الضرب إذا قلت أن لدي مجموعتين وكل مجموعة مكونة من ربعين مجموعتين وسأقوم بضرب إثنان ضرب ربعان إذن اثنان وبالتالي سأحصل على أربعة أرباع وهذا نفس الشيء أربع وحتى يكون هذا واضحا سنجري أمثلة أخرى سنقوم بحل بعض المسائل سأقوم بكتابة ستة وأود أن أجعله مكتوب بالنوم مميز مناتج ستة تقسيم ثلاثة لنرسم ستة أشكال ويمكن أن يكون أي شيء لنقل ستحبات من الفلفل الأسود وهذا ليس صعبا للرسم وهذا ليس الشكل الصحيح للفلفل الأسود ولكن أظن أن هالفكرة وصلتكم إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة أريد أن أقسمهم على ثلاثة وأول ما سيخطر ببالنا هو أنني أريد أن أقسم حبات الفلفل الست إلى ثلاثة مجموعات متساوية أو يمكن أن يخطر ببالك أن توزع على ثلاثة أشخاص فكم سيأخذ كل منهم لنقوم بتقسيم إلى ثلاثة مجموعات أريد تقسيمها إلى ثلاثة مجموعات الآن وأفضل طريقة إلى تقسيمهم هو أن يكون لدي مجموعة أولى ومجموعة ثانية ومجموعة ثالثة هنا فكم حبت فلفل ستحتوي كل مجموعة نلاحظ أنها ستحتوي على واحد اثنان واحد اثنان حبة حبتان إذن ستة تقسيم ثلاثة يساوي اثنان إذن الطريقة الأفضل للتفكير بهذا أن تقسم الست حبات إلى ثلاثة مجموعات ويمكنك استعراض هذا بطريقة مختلفة لكن لن تكون مختلفة بدرجة كبيرة لكنها جيدة للتفكير ويمكنك التفكير بها عن طريق ستة تقسيم ثلاثة ومرة أخرى لنقول أن الذي حبت توتي الآن فهي أسهل للرسم واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة وبدل من تقسيمها على ثلاث مجموعات كما سبق وفعلنا هنا كانت هذه المجموعة الأولى وهذه الثانية وهذه المجموعة الثالثة بدل من تقسيمها إلى ثلاث مجموعات ما أريد قوله هنا إذا قمت بتقسيم ستة حبات على ثلاث مجموعات فأنا الآن أريد أن أقسمها إلى مجموعات كل منها فيها ثلاث حبات ليس ثلاث مجموعات فكم مجموعة سيتكون لدي سأقوم برسم مجموعة تحتوي على ثلاث حبات هذه المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية وإذا كان لدي 6 أشياء أريد تقسيمها إلى مجموعة كل مجموعة تحتوي على 3 أشياء فسأحصل على مجموعتين وهذه طريقة أخرى للتفكير في القسمة وهذا شيء ممتع عندما نفكر بهذا الرابطان سنجد علاقة بين 6 تقسيم 3 و 6 تقسيم 2 سأفعل هذا هنا ما نجد 6 تقسيم 2 عندما نفكر بها من خلال هذا الصياق 6 تقسيم 2 دعوني أرسم 1 2 3 4 5 6 حسنا عند تفكير ب 6 تقسيم 2 بناء على التقسيم إلى مجموعتين يمكن أن نستخلص أن لدينا مجموعة واحدة هكذا ومجموعة ثانية هكذا وكل مجموعة ستحتوي على ثلاث عناصر إذن لدي هنا ثلاثة إذن 6 تقسيم 2 يساوي ثلاثة أو يمكنك التفكير بها بطريقة فيمكن أن تقول 6 تقسيم 2 حيث أنك تملك 6 أشياء 1 2 3 4 5 6 وتريد تقسيمهم إلى مجموعات بحيث كل مجموعة تحتوي على شيئين وهذا أسلوب أسهل لتقوم به إذا كانت كل مجموعة تحتوي على عنصرين حسنا هذه المجموعة الأولى وليس بضرورة أن نرتبهم هذه المجموعة الثانية هنا والمجموعة الثالثة هنا ولا يجب أن ألصقهم ببعضهم بهذا الشكل هذه المجموعات كم مجموعة لدي؟ لدي 1 2 3 مجموعات ثلاثة لكن انتبه أنه ليس وجهان لعملة واحدة أن يكون 6 تقسيم 3 يساوي 2 و6 تقسيم 2 يساوي 3 دعوني أكتب هذا هنا 6 تقسيم 3 يساوي 2 و6 تقسيم 2 يساوي 3 وسبب هذه اللقاء هو التبديل بين استخدام 2 و3 لأن 2 ضرب 3 يساوي 6 إذن 2 ضرب 3 يساوي 6 لنقل أن لدي مجموعتين كل منهما تحتوي على ثلاثة هذه المجموعة الأولى وهذه المجموعة الثانية فإذن مجموعتين كل واحدة تحتوي على ثلاثة عناصر أي ما مجموعه 6 2 ضرب 3 يساوي 6 ويمكنك التفكير بها بطريقة أخرى إذا كنا نملك ثلاثة مجموعات من عنصرين هذه مجموعة من عنصرين هنا وهذه مجموعة ثانية ولدي هنا مجموعة ثالثة فيها عنصرين كم يساوي هذا؟ لدينا ثلاثة مجموعة ثلاثة ضرب 2 يساوي أيضا 6 إذن 2 ضرب 3 يساوي 6 أو 3 ضرب 2 يساوي 6 حيث أن الترتيب لا يهم وهذا يفسر ناتج القسمة وإذا أردت أن تذهب في الاتجاه الآخر إذا كان لديك 6 أشياء وأردت تقسمها إلى مجموعات من عنصرين سيكون الناتج ثلاث مجموعات وإذا كنت تملك 6 أشياء وأردت تقسمها إلى مجموعات تتكون من ثلاث عناصر فستحصل على مجموعتين لنقوم بحل مساء الأخرى وأعتقد أنك قد كونت مفهوما منطقيا حول القسمة لنقوم بحل مثال ممتع لنقل 9 تقسيم 4 إذا فكرنا بـ 9 تقسيم 4 سأقوم برسم 9 أشكال 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 والآن عندما نريد أن نقسم على أربعة علينا أن نفكر بالتقسيم إلى مجموعة كل واحدة تحتوي على أربعة لذلك سأقوم بعملية التقسيم دعوني أحاول إذن هنا مجموعة من أربع عناصر طريقة عشوائية وهذه مجموعة ثانية من أربع عناصر ولدي عنصر زائد هنا ربما يمكنني تسميته باقي حيث لا يمكنني وضعه بإحدى المجموعات عندما أقوم بوضع أربع عناصر لكل مجموعة أستطيع فقط أن أقسم التسعة عناصر على مجموعات تحتوي كل منها على أربعة إذن الإجابة ستكون وهذا مفهوم جديد بالنسبة لكم تسعة تقسيم أربعة يساوي إثنان ولدي مجموعة هنا ومجموعة أخرى هنا ثم لدي الباقي واحد لا يمكن أن أضعه ضمن المجموعات وتذكر هذا نسميه باقي إذن لدي تسعة تقسيم أربعة يساوي إثنان والباقي واحد إذا قمت بسؤالك كم ناتج إثنان عشر تقسيم أربعة دعوني أرسم إثنان عشر واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر إثنى عشر دعوني أكتب هذا هنا إثنى عشر تقسيم أربعة إذن علي تقسيم الاثنى عشر عنصر ولنقول أنها حبات تفاح وبرقوق ونريد أن نقسمه على مجموعات من أربعة دعوني أرى إذا يمكنني هذا هنا المجموعة مكونة من أربعة عناصر وهذه مجموعة أخرى وهذا مباشرة مجموعة ثالثة وهكذا ولا يوجد لدي باقي كما فعلت بالسابق أستطيع بالفعل أن أقسم إثنى عشر عنصر على ثلاث مجموعات من أربعة مجموعة مجموعتين ثلاث مجموعات من أربعة ناصر إذن إثنى عشر تقسيم أربعة يساوي ثلاثة ونستطيع القيام بنفس التمرين الذي ذكرته في درس السابق مناتج إثنى عشر تقسيم ثلاثة إثنى عشر تقسيم ثلاثة واتبعا لما تعلمناه في السابق هذا يساوي أربعة لأن ثلاثة ضرب أربعة يساوي إثنى عشر لكن لنثبت ذلك واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر إثنى عشر لنقوم بالتقسيم إلى مجموعة تحتوي كل منها على ثلاثة عناصر وسأرسم أشكالا أخرى وليس بالضرورة أن دائما أن تكون مجموعة منتظمة نقل هذا مجموعة أولى وهذه مجموعة أخرى من ثلاثة عناصر ثم سأرسم هذا بهذا الشكل لدينا إذن مجموعة أخرى من ثلاثة عناصر هذه طريقة واضحة وسهلة للتقسيم بدلا من رسم مجموعات غريبة لكن أردت أن أريكم أن ذلك لا يؤثر كم مجموعة أصبح لدينا؟ لدينا مجموعة وهذه مجموعة ثانية ولدينا مجموعة ثالثة هنا ولدينا أو دعوني أرسم بلاو جديد وها نحن نملك المجموعة الرابعة هنا إذن لدينا بالضبط أربع مجموعات وكما قلت أن هناك طريقة أسهل للتقسيم الطريقة الأسهل كانت واضحة لكم إذا أردت تقسيم هذه العناصر إلى مجموعة من ثلاثة إذا أردت تقسيم خمسة حسنا سأقوم برسم أربعة عشر عنصر واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحد عشر اثنى عشر ثلاثة عشر أربعة عشر إذن أربعة عشر عنصر أريد تقسيمهم على مجموعات كل مجموعة تحتوي على خمسة هنا لدي المجموعة الأولى ومجموعة ثانية هنا لكن لا يمكن أن نوضع مجموعة أخرى لأن الجواب يكون مجموعتين كل واحد تحتوي على خمس عناصر ولدي الباقي أربعة إذن الباقي يساوي أربعة الناتج إذن اثنان الباقي أربعة عندما تمثلك المهارة الكافية أن تلجأ إلى طريقة الرسم وتقسيم العناصر بهذا الشكل لن تحتاج إلى هذه الطريقة بل أنك ستفكر بطريقة أخرى لحل هذه المسائل وكيف يمكن استخراج ناتج أربعة عشر تقسيم خمسة هناك طريقة أخرى لكتابة هذا لا مشكلة في إحضاحها لكم يمكن أن أقول أربعة عشر تقسيم خمسة بالقسمة الطويلة حسنا ما قمنا بفعلي هنا لنرى كم ناتج قسمة أربعة عشر على خمسة حسنا لنرى ذلك حسب جداول الضرب خمسة ضرب واحد يساوي خمسة خمسة ضرب اثنان يساوي عشرة لا زال هذا أقل من أربعة عشر إذن أربعة عشر تقسم على خمسة مرتين على الأقل خمسة ضرب ثلاثة يساوي خمسة عشر وهذا أكبر من أربعة عشر لنعود إلى الوراء إذن الناتج اثنان إثنان ضرب خمسة يساوي عشرة ثم نطرح أربعة عشر ناقص عشرة يساوي أربعة إذن لدينا نفس الباقي على اليمين هنا إذن أناتج قسمة أربعة عشر على خمسة هو إثنان هذا يعني مجموعتان من خمسة فيكون مجموعة العناصر هو عشرة ولازال لدينا الباقي أربعة إذن دعوني أحل المزيد من المسائل اللي أتأكد من أنكم فهمتم العملية بشكل جيد جيد جدا أتمنى دعوني أكتب هذا هنا لنقل ثمانية تقسيم إثنان أريد معرفة ما ناتج هذا إنها علامة استفهام أستطيع كتابة المسألة بالقسمة الطويلة ثمانية تقسيم إثنان ويمكن أن أرسم دوائر بسرعة ولكن الطريقة التي أقوم بها لحل هذه المسألة هو أن أقوم بإثنان ضرب واحد يساوي إثنان وثمانية تقبل القسمة على إثنان وربما يمكن أن أفكر بعدد أكبار يمكن ضرب إثنان ويساوي أربعة لا يزال هذا أقل من ثمانية إثنان ضرب ثلاثة يساوي ستة وهذا أيضا أقل من ثمانية إثنان ضرب أربعة إثنان ضرب أربعة يساوي ثمانية وهذا يساوي بالضبط ثمانية يمكن القول أن نادش قسمة ثمانية على إثنان يساوي أربعة أو ثمانية تقسيم إثنان يساوي أربعة ويمكن كذلك أن نقوم برسم دوائر واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية ورسمتهم باللون البنفس الجي لنقوم بتقسيمهم كل إثنان بمجموعة هذه مجموعة أولى وهذه الثانية وهذه الثالثة وهذه المجموعة الرابعة إذن كان لدي ثمان عناصر يمكن تقسيمهم إلى مجموعة كل مجموعة تحتوي على إثنان فيتكون لدي أربعة عناصر إذن ثمانية تقسيم إثنان يساوي أربعة أتمنى أن هذا الأسلوب قد ساعدكم